أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب فوز ضياء رشوان بمنصب النقيب لدورة تانية بحصوله على 1965 صوت من إجمالي الأصوات الصحيحة والبالغ عددها 3844 صوت بينما حصل المرشح رفعة رشاد أقرب المنافسين على 1506 من الأصوات كذلك أعلنت اللجنة فوز أيمن عبد المجيد ودعاء النجار ومحمد سعد عبد الحفيظ لمجلس النقابة تحت السن وفز بمقاعد المجلس فوق السن محمد خرجة وحسين الزناتي وإبراهيم أبو وكيلة والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين كانت رفضت اعتماد الحساب الختامي المعني بالميزانية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 كذلك المنتهي في 31 ديسمبر 2020 عشان يقرر خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي والنقيب إحالة ميزانية الدورة السابقة لمجلس النقابة المقبل لعرضها على الجمعية العمومية ترجمة نانسي قنقر